بسم الله الرحمن الرحيم فيه انواع من الطيور البيض بتاعها بيتاكل انما الحقيقة بيض الفراغ بصفة خاصة هو اكتر نوع اللي بيتاكل على مستوى العالم كله وكلام ده طبعا من الاف السن مش عاوزة كلامه وتقريبا ما فيش حد ما بيحبش البيض يعني لا صغير ولا كبير الا بقى اللي عنده حسية من البيض او لأي سبب اخر وعموما انتاج البيض في كل دول العالم تقريبا بيزيد سنة بعد سنة بسبب الاقبال الشديد على البيض والسلاك البيض علي جدا وده راجع لان البيض وجبة سهلة محببة بيتعامل بطرق كتيرة وكل واحد حلاحة حسب مزاجه بقى ده غير انه بيخش في اكل كتير وحلويات سواء بطريقة مباشرة او بطرق غير مباشرة انما الاهم ان فيه بلد كتيرة بتعتبر البيض وجبة كاملة وسهلة في التحضير وسهلة كمان في الحصول عليه لانه مطفر طول السنة وكمان حاجة مفيدة ومشبعة في نفس الوقت عموما البيض بيعتبر من افضل مصادر البروتين الحيواني وارخصها يعني البيض الواحدة بيقى فيها حوالي 6 جرام من البروتين وده نسبة عالية وممتازة علاوة على ان البروتين بتاع البيض صهل الهضم جدا ومبيعملش اي مشاكل للجهاز الهضمي على الاطلاق وبالاضافة بقى للبروتينات ديت كلها هللاقي البيض فيه كمان كمية مش بطلة ابدا من البيتامينات المختلفة والاملاحة المعدنية ومن بطلة الاكسادة يعني هللاقي فيه فيتامين الف به 2 به 5 به 7 به 12 هللاقي فيه كمان الفوليك اسد واليود والحيود والفسفور والسيلينيام والأوميجا سري وعنصر الكولين والعناصر دي كلها ولو انها يعني بنسبة بسيطة في البيض انما في نفس الوقت العناصر مهمة جدا علشان كل واحد يدخلها في جسمه بأي طريقة وبسبب العناصر دي كلها هللاقي البيض بيساعد في بناء العضلات ولو داخل في تنظيم عمل الخلايا بما في ذلك خلايا المخ والجهاز العصبي ومفيد كمان لقوة الزكرة وبيساعد في انتاج الطاقة اللي بيحتاجها اجسامنا وبيحافظ على الصحة وكفاءة وشغل الجهاز المناعي وكمان بيحافظ على الصحة القلب والأوعية الدموية وممتاز جدا لصحة العيون والنظر وسلامة الجلد والبشرة البيض كمان بينفع كواكبة سريعة لو حصل يعني جوع بين الوجبات يعني زي التصبيرة كده والبروتين اللي في البيضة على فكرة بدي كمان احساس بالشبع وبالتالي ممكن يساعد الناس اللي عاوزة تخسس نفسها او حتى الناس اللي عاوزة تحافظ على وزناها الحالي يعني انما لازم نقول ان البيضة الواحدة في المتوسط بيبقى فيها حوالي 2.7 جرام من الدهون المشبع بالاضافة لحوالي 300 ميلي جرام من الكوليسترول وعلشان كده وعلشان نستفيد يعني من البيض المفروض ان احنا ناكله كل يومين او 3 وبيضة او 2 بحد اخصى في المرة الواحدة وطبعا يريد يكون مسلوق نجي بقى لحكاية البيض الناي فيه ناس بتحب تاكل البيض الناي سواء الواحده كده او يضربه مع لبن او عصير او كوكتيل على اساس انه هيبقى افضل 100 مرة من البيض المسلوق واعظم في الفوائد بتاعته علشان احنا احنا يعني معرضنهوش للنار الحقيقة الكلام ده مصحيح خالص وغلط على طول الخط ليه؟ اولا لان النار وسلق البيض عمره ما بيقلل ولا بيقضي على العناصر الغذائية اللي في البيض تاني حاجة احنا لما بنكن البيضة مسلوقة الجسم بيقدر يخضم ويستفيد من حوالي 90% من مكونات البيضة دي اما لو البيضة كانت نية في الجسم مش هيقدر يخضم ولا يستفيد الا من 50% بس من مكونات البيضة دي تالت حاجة في نوع من بروتينات في البيضة بيمنع تماما امتصاص بيتامين به سبعة اللي هو البيوتين يعني وده بيتامين مهم جدا لصحة الشعر والجلد والبشرة والضوافر والنقص فيه بيعمل مشاكل في الحاجات دي كلها رابح حاجة بقى ودي اهم نقطة في الحقيقة ان البيضة اللي ما بتنزل من الفرخة بتبقى عرضة للاصابة بنوع ضر جدا من البكتيريا اللي هي السلمونيلا واعتقد يعني ان كتير من هنا سمع الاسم ده قبل كده كتير السلمونيلا دي ممكن تكون موجودة في اي اكل بقى باز او حصل له فساد زي اللي حم الفراخ والاسماك واللي حم مصنعة او اي اكل او شرب يكون ملوز بالبكتيريا السلمونيلا دي بتعمل حاجة اسمها التسامم الغذائي ودي اعراضه بتبقى عبارة عن تقلصات في المعدة غمامان نفس قيء اسهال صداع حمى الاعراض دي كلها بتظهر في خلال من 6 ساعات لحد 48 ساعة بعد الاصابة بالسلمونيلا الاعراض دي بتبقى جديدة وجمدة ومتواصلة والمشكلة انها ممكن تستمر سبع ايام كاملة وبرضو بتواصل يعني هيحصل من كده جفاف تام في الجسم الجسم هينشف من كتر السوائل اللي بتخرج منه وكمان بكميات كبيرة والله لو المسألات اتحددت وتعرفت بسرعة والمريض تعالج فيها يبقى ليه عمر تاني صراحة كتاب له اما غير كده يبقى ربنا معها بقى طبعا عشان الطم لازم نقول ان نسبة اصابة البيض بالسلمونيلا قليل قوي يعني تقريبا في بيحصل اصابة للبيضة الوحدة من كل 200 الف بيضة انما مين بقى صاحب النصيب اللي هيكل البيضة دي الله اعلم طبعا انما العقل بيقول ليه ناخد المخاطرة دي واحنا في الاساس في غنى عنها وزي ما قلنا قبل كده لا البيضة الناية افضل من مسلوقة ولا حاجة افضل من ده كله وبرضو لازم نقول ان فيه شريحة من الناس بتبقى عرضة كبيرة للاصابة بالسلمونيلا اكتر من غيرهم زي الاطفال وكبار السن الحوامل اللي عندهم سرطان او اي حد عنده اي امراض بسبب نقص او خلل في المناعة الطبعية بتاعته كل دول اصابتهم بالسلمونيلا بتبقى مشكلة كبيرة ومشهينة ابدا لان الاعراض في الحالة دي بتبقى اشد واقصى عليهم من غيرهم بكتير يعني على سبيل المثال لوحدة حامل ما سانجالها اصابة بالسلمونيلا وتعالجت ماشي خير وبركة انما المشكلة انها بيحصل لها تقلصات في الرحم وبالتالي ممكن تولد قبل المعادع طفل بيبقى نقص النمو او للاسف ممكن الجنين ينزل ميت ده بالنسبة للبيض الناي او حتى البيضة اللي بتتعامل النص سوا يعني بنشوف كده مكونات البيضة في حالة سيلة الى حد ما مش جامدة يعني هيبقى نفس المشكلة موجودة يعني من الاخر لازم نسلق البيضة وبدرجة كبيرة علشان كل مكوناتها تبقى جامدة تماما يعني فترة سلق وغليان للبيضة ما يقلش عن 15 دقيقة علشان نتطمن من ناحية البيضة بدرجة 100% وبرضه بنعامل الاحتياط ان احنا بنحفظ البيض في التلاجة لحد ما نجي نستعمله وتكون القشرة سليمة تماما ما فيهاش لا كسر ولا شرخ وإلا البيضة تترمي بالكامل على اي حال الخلاصة بتقول ايه ان اكل البيض الناي لا فيه قوة سحرية ولا بيدي الصحة سوبر انما العكس زي ما شوفنا ممكن مسألة يكون فيها خطورة كبيرة ويكون فيها تهديد حقيقي لحياة البنية دا مش عايزة كلاما عموما دايما هنلاقي اللي بيدافع عن وجهة نظر حتى لو كانت غلط وبرضه دايما هنلاقي اللي بيروج للغلط دا بدون اي سند علمي او منطقي انما ايه اهو كده وخلاص الحقيقة انا بعتقد من ناحيتي يعني ان سبب في الاساطرير اللي تعملت على البيض الناي وبتتعمل عليه لحد دلوقتي وعلى قوة السحرية فيه الاعلانات والمسلسلات والافلام اللي بتشوفها يعني تلاقي البطل الهمام قايم من النوم على زنجة عشرة ووشه بيلمع وشعره متسرح على اخر موضة ها انما قايم بقى بالعافية وكسلانة على الاخر وبيتتاوب وصحته كمان كده ايه على قدها يعني من الاخر وقتلاقيه روح يجايب لك وبات لمن ويكسر له كم بيضة ويقلب ويشرب وفجأة لقيت نفخ ووشه بنع عليه الصحة والعافية ويضرب بيده بقى على صدره يعني داييلة على القوة اللي نزلت عليه كده فجأة منين وازاي ما تعرفت وبعد كده بقى ايه يخد له نفس عميق هوه في منتهى السعادة بقى والقوة وهوب ينزل على السلام جاري ويا ارضي تهدي ما عليك ادي وبرضا اخدها جاري في الشرق لحد واكر العصابة طبعا بعد ما يخلص على كام جتة الوقفين بقى يحروسوا الواكر وبمنتهى السهولة طبعا مش عايزة كلام يخش بقى ايه على العصابة الشريرة والعصابة دي بقى عبارة على عشرة خمستاشر واحد جتة وكل واحد قد الدولاب وعضلاته منفوخة تسد عن الشمس ومن الاخر يعني بصراحة كده يبقى مريض بالصحة والعافية وطبعا عشان هي عصابة اشرار هنلاقيهم بقى نازلين اكل وشرب وضعك ومسخرة وعربدة ودخان اقوال على بالهم مع عصابة بقى وفجأة يطب عليهم البطل الهومان بتاعنا وينزل فيهم ضربوا واحد وراء الثاني لحد ما يخلص عليهم كلهم هي عصابة صحيح انما عصابة زريفة لطيفة واليفة في نفس الوقت وتبص بعد كده على اخونا لا تلاقي في خدش ولا اصابة ولا حتى شعر المسابس بتحرك من مكانه ولا بينهج ولكنه عمل اي مجهود مع الدوليب دي ومن عارف بقى يعني يعني يمكن بعد السخافة دي كلها نلاقيه بعد كده بيطلع من جيوبه اللي وراء كوباية وعلبة لبن وكان بيضا وزال حاوي يعني ويقعد فوق ظهر اي واحد من الضحايا الدوليب بتوع دول ويكسر ويقلب ويشرب ويرمي الفارغ على طول ايده ويخبط شوية على صدره زال غوريلا كده وياخد بعضه واتكل على الله بمنتهى الهدوء وبمنتهى السقة ها كلام طبعا كلام فارغ من اول الاخر وطبعا ما يخش شعال عائل صغير انما المشكلة الكبيرة الحقيقة ان في ناس ممكن تصدق الهبل ده انا مش عارف ازاي طراعه حنما هو والاخطر بقى كبان ان هم يحاولوا يقلدوا البطل الغلبان ده اللي يضلوعوا بينه من الفانيلا لحملات اللباس ويشربوا بعد كده اللبن وعليل بيض الناية عشان يبقوا زيه يعني ربما طبعا يكون التحييب بتاع دوت يعني فيه شيء من الصح او حتى شيء من الغلط انما في الاخر يعني ده وجهة نظر الخاصة يعني والله بقى وإلا لو كانت العملية بكل البساطة دي وبكل الزرف والاستخفاف ده كان كل واحد بقى سوبرمان عصره واوانه مش كده ولا ايه وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته